اتعشى وتمشى هذا المثل مأجم فراغة رياضة المشي هي فعلا من أكثر العادات الصحية يلي ممكن أنه إذا التزمنا فيها تفيدنا على كل الأصعد صحيا وخصوصا بعد الأكل معدل السمنة عم يزيد عالميا بشكل مخيف والمشاكل الصحية الناتجة عن السمنة لا تعد ولا تحصى ومن هذا المنطلق انهالت علينا تطبيقات المشي وصار المثل الجديد اتعشى وتمشى وخود فلوس وطلع مصطلح move to earn بعالم العملات الرقمية بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن تطبيق سويت كوين وعملة السويت وأحكي لكم كل شي بتحتاج تعرفوه عن هالعملة ورح جاوب على سؤال مهم كتير هل العملة قادرة على الاستمرار هل هالمشروع فعلا مستدام ولا مثل كتير تطبيقات قبله بعد فترة حنلاقي العملة والتطبيق وكل شي اختفى أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد أنا محمد وانتو حاليا عم تتابعوا قناة دكتور بيبتو السويت هي عملة رقمية جديدة تم إنشاؤها بواسطة شركة سويت كوين على بلوكتشين شبكة نير بروتوكول متل بايع عملات الموف تو ايرن المستخدمين بيقدروا أنجوا عملات السويت من خلال المشي شركة سويت كوين هي الشركة اللي إنشأت العملة والتطبيق والمحفظة الخاصة فيها وكل التطبيقات والمنصات والإلعاب اللي حتم إنشاؤها بالمستقبل من قبل الشركة رح تكون عملة السويت هي العملة الأساسية فيهم ومن هون بتجي أهمية العملة وقيمتها شو هي استخدامات عملة السويت منصة سويت كوين بتوفر كليل تطبيقات الحاملين لعملة السويت المستخدمين بيقدروا يعملوا ستيكينج للعملة مقابل الفوائد من نفس العملة وكل ما زاد عدد العملات اللي معمول إلها ستيكينج بتزيد نسبة الفوائد إضافة للعبة مبنية على عملة السويت عم يتم إنشاؤها رح تكون لعبة بلاي تو ايرن أو لعبة ارباح ورح يكون كل الدفع ضمن اللعبة والأرباح والنفتية اللي الناس بيشتروها كله رح يكون بعملة السويت إضافة إنه اللي مخزنين للعملة رح يكون لهم مزايا بالرسوم مخفضة مع إمكانية إنتاج عملات السويت أكتر من الحد المسموح فيه للناس يلي ما لها محتفظة بالعملة لكن بشكل عام يلي ما لم يهتم بهذه المزايا وحابب إنه يبيع العملات مباشرة بيقدر يسحبها ويبيعها على منصات تداول مقابل عملات تانية مباشرة عملة السويت موجودة على العديد من المنصات حاليا خليني أحكي لكم عن المسابقات يلي عاملها بالتعاون مع منصة بايبيت أول مسابقة جائزتها 1000 دولار رح يأخذها شخص واحد من المستقدمين العرب هاي جزائزة رح تكون من قبل المنصة مباشرة لواحد فيكم والمسابقة التانية هي إنه المنصة عطتني 1000 دولار رح وزعها عليكم بشكل شهري لهي قررت أني وزع هذا المبلغ عليكم كل أسبوع 250 دولار وعملت مجموعة على تيليجرام عم يتم التوزيع من خلالها كل يوم خميس بشكل مباشر ومنتهى الشفافية كل اللي مطلوب منك لتشارك أنك تسجل بالمنصة من الرابط أسفل الفيديو وتعمل إيداء على أي مبلغ بدون حد أدنى مهما كان المبلغ وتعمل عملية تداول وحده بيع وشتري أي عملة حتى لو عملة سويت ودخل على قناة التليجرام وكتب الـ UID تبعك بالمنصة برسالة ضمن هاي المجموعة وخليك متواجد كل يوم خميس بالمجموعة وبإذن الله رح يكون إليك حصة من الجائزة كل الروابط بسندوق الوصف وبالتعليق المثبت أسفل الفيديو وهلأ خليني أحكي لكم عن توزيع العملة أولا العملة عددها لانهائي وهذا الشيء طبعا محبط للمستثمرين على المدى البعيد بس الشركة عملت هذا الشيء من منطلق أنه استدامة التطبيق لازم تخليه يكون قادر أنه يدفع لكل المستخدمين لكن لتخفيف تضخم العملة مع الوقت رح يكون فيه زيادة بصعوبة إنتاج العملات كل شهر حاليا كل ألف خطوة فيك تاخد عملة سويت واحدة مقابلها لكن بعد سنتين لألف خطوة رح تاخد عليهم أقل من ربع عملة مثل موضح بالصورة قدامكم بتوزيع العملة الأولي من الواضح جدا أنه كان للشركة والمستثمرين الحصة الأكبر ربع العملات تم تخصيصها للمستخدمين وحوالي 74% من إجمال العملات رح يتم توزيعهم على الشركة والمستثمرين وعضاء فريق العملة هاي نقطة سلبية لكن عموما العملات عم يتم توزيعها للناس ببلاش لهيك يمكن هالنقطة ما يكون فيها إشكال عند المستخدمين لكن المستثمرين بالعملة ممكن يحطوا هاي النقطة بعين الاعتبار العملات اللي رح يتم توزيعها على الشركة وعضاءها والمستثمرين رح يتم فك القفل عنها على مدار أربع سنوات لهيك المتداولين بالعملة والمستثمرين فيها لازم يتوقعوا انهيار بالسعر عند كل مرة بيتم فيها فك القفل عن هاي العملات ورحط لكم كل الروابط اللي بتحتاجوها للتابع الموضوع بسندوق الوصف وهلأ خلينا نجي للسؤال الأهم لما نحكي عن تطبيق سويت كوين أو أي مشروع بيعطي أرباح للناس هل الأرباح من تطبيق سويت كوين مستدامة فعلاً ولا ممكن تنهار مثل كثير تطبيقات شفناها من قبل استدامة هذا المشروع واستمرارات دفع أرباح الناس اللي عم تستخدم التطبيق وتقليل تضخم العملة بيتطلب شيء أساسي من الشركة وهو أنه الشركة لازم تحقق دخل والشركة عم تسعى لحتحقيق هذا الشي من عدة مصادر منها أنه تعمل شراكات مع شركات كبيرة مقابل أنهم يعرضوا منتجاتهم على التطبيق علماً أنه التطبيق عم يستخدمه أكثر من 75 مليون مستخدم على مستوى العالم وكمان من مصدر تاني اللي هو الناس اللي عم تستخدم التطبيق عن طريق رسوم المعاملات على تطبيق محفظة سويت أثناء التحويل وشراء الـ NFT أو أي معاملة بتتم من خلال المحفظة ممكن حدا يسأل كيف المشروع رح يستدام في حال الشركة حقائق أرباح الجواب بكل بساطة هو الفلوس أو القيمة القيمة اللي الشركة عم توعد المستخدمين فيها مقابل استخدام التطبيق يعني هاي العملات اللي انتو عم تاخدوها من وين عم تجي قيمتها هاي القيمة لازم تجي من مكان ما مو من فراغ وهاي المشكلة اللي وقع فيها تطبيق ستيب إن وعملة الـ GMT والـ GST وحكيت لكم عنها بفيديو مراجعة المشروع بوقتها فيكم تطلعوا عليه رح أطلكم الرابط كمان بوصف الفيديو الأرباح اللي رح تحققها شركة سويت كوين رح تساعد العملة بعدة طرق أولا عن طريق شراء العملة من السوق وحرقها شركة سويت كوين حكيت إنه جزء من أرباحها رح يكون مخصص لشراء العملة من السوق وحرقها أو توزيعها على الناس اللي عامل ستيكينج للعملة على شكل الفوائد اللي حكيت لكم عنها ببداية الفيديو ثانيا عن طريق توزيع هاي الأرباح كجوائز على المحتفظين بالعملة لتحفيز الناس أنها تحتفظ بالعملة أكتر وثالثا وأخيرا استخدام هاي الأرباح بتطوير المشروع وتنمية الشراكات والترويج للمشروع لتزويد عدد المستخدمين وبالتالي تزويد الأرباح وهكذا بهالحلقة وهلأ خليني أحكي لكم وجهة نظر الشخصية بالمشروع تطبيقات الموف تو ايرن صارت كثيرة وكل الناس بيدروا يستخدموها بكل بساطة حتى كمان فيكم حتى أنكم تعملوا هاي التطبيقات تعملوا تطبيق خاص فيكم صار الموضوع كثير بسيط مين فينا ما بيمشي كل يوم لكن معظم هاي التطبيقات تستمر فترة عدة أشهر بالكتير قبل ما تضخم العملة ينهيها تماما ولكن صريح معكم أنا ما بحبذ أنه أي شخص يشتري العملة بهدف الاستثمار على المدى البعيد بهيك مشاريع إنما إذا حابب أنك تربح كام دولار ببلاش فليش لا؟ أي تطبيق بتسمع فيه حمله واسحب أرباحك وبيعها وأعمل فيها أي شيء أنت بدك ياه هيك هيك جايب ببلاش وكل آياتنا عم نتمشى لكن عموما مشروع عملت سويت لحد الآن أنا شايف فيه شي مختلف وممكن يستمر في حال مشي بالخطة اللي حكيت لكم ياه هاد كل شي بدي أحكي لكم ياه عن مشروع سويت بهذا الفيديو إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك هذا الشي طبعا رح يساعد الفيديو كتير إنه ينتشر على يوتيوب ويالي لسه ما اشترك بالقناة شو ناطر نزل لعمل الاشتراك وبشوفكم بالفيديوهات الجاية والسلام عليكم ورحمة الله